السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جيد على قناتكم عالم مايار كنتمنى تكونوا بصحاجة يضيف افضل احوال في الفيديو اليوم سنتقص معكم هاد القاتو غلاسي اللي يأتي بثلاثة نتعة طبقات مازيج بين شوكولات واللوز من اعلاد القاتو غلاسي اللي ممكن انكم توجدوه من المناسبة ديالكم كذلك ممكن تخرجوه من الطالبيات بتزيين بسيط لكن كي اعطي واحد الجمالي وكي يأتي راقي في شكل دياله والمعضاق والمزيج بين نكهة اللي فيه كي يجي صراحة فخم بحليقة غلاسي اللي كان اكله في المناسبات الكبيرة او اللي في اكبر المخابي صغير هو كنكونو مصايبينو في الدار ديالنا عارف المكوينات وان انا كنعطيوه لوليدتنا حاجة نقية فكنتمنى ان الفيديو دياله من الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باششوفو المراحل مع الشرح الكامل والمعلومات والنصائح اللي كانتشارك معكم ومنعجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشاركوا مع الاهل والاحباب ديالكم تخليوا اللي تعالق نبدو على براكت الله اولا غادي نحتاجوا الجنواز الخمس مع لاعق اللي اسبقتوا تشاركتها معكم في اتلقوا الفيديو نزلتوا مؤخرا هنا القناة الجنواز اللي ناجحة مئة في المئة وكانوا الزف اللي جربوها ونجحت معهم فرمتوا فراء الوصفة بالتفصيل وغادي نخليكم مقادر ديالها او الرابط ديال الفيديو ديالها لتحت صندوق الوصف وكذلك اللي بغا تتعود هاد الجنواز باي جنواز كتكون ناجحة معاه وممكن انك تعود هاد الجنواز ماشي بالضرورة انك تلتزمي بهاد الوصفة غير هاديك تبقى سهلا ونبين انجح الوصفات نتاع الجنواز بالنسبة اللانسيرت نتاع البخاليني اللي غادي نحطر كنحتاج ايطار القدر ييلو ايطار 18 سنتيم ضروري كيفما كشفو بابي المنتق من الزحت باش كنحافظ على الشكل ديال لانسيرت باش ماتخرج ليش معجنة كنوجد استيركل هو اللوه الضروري وغادي نحتاج الجيلاتين اللي دائما كنرتبه في الماء بارد اللي بغا تتعود بالجيلاتين بودرة فممكن انه تستعمله كنحتاج الكريم السائلة اللي كاردها تسخن مزيان وغادي نحتاج البخاليني ديال لوز ممكن شريو او لا تستعمله اللي كيتشراو كيكون جاهز سوف تشاركتو معكم انا اخليكم الرابط اسفل الفيديو بعد ما تسخن الكريمة مزيان نضيف لها البخاليني ديال لوز ونخلطهم مزيان مع بعديتهم وكيفما العدال مقادير بالقرام ستجدوهم في صندوق الوصف ستجدو القياسات حتى انتع اللي مول او اللي سيرك اللي استعملت واخر حاجة نضيف الجيلاتين اللي كنت رطبت في الماء ونخلطهم مزيان مع بعديتهم وبالحالة ديال الكريمة ستجدونا الجيلاتين ونصب الخالط 18 سنتيم اللي كنت جدت من الأول ونخلطها على الاقل 1 ساعتين في الموج ميد بالنسبة للموس نحتاج لوراق الجيلاتين اللي دائما يرطبون في الماء يكون بارد اللي ارى لسا عملتوا المطسون بور راكي دبو واحد شوية من الأفضل يكون بارد من تلاجة ونحتاج الحليب اللي غدير الطويس خل مزيان وندي شوكولات نوائية جيدة ونضيف حمام الماء ونضيف حمام الماء ونضيف 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 كريمة السائلة ونضيف ونضيف كريمة السائلة ونضيف الكيمياء التي تصمتها على ثلاثة مراحل ونضيف الكيمياء التي تصمتها على ثلاثة مراحل ونخدمها غير بشوية نأخذ عطار كبير بشوز سنتيمين في عشرين سنتيمين على القيز للانسيغت ونضع فيه الطبقة للانسيغت على البخاليني كما تشاهده تكون جمدات وشتة رأسها وتحكم فيها بسهولة نحاول ان نقضها في الوسط لتجد المونتج جيدا نضيف طبقة أخرى لانسيغت خفيفة فهذا لانسيغت تستعملها غير طبقة واحدة فعلى حسب الرغبة نحاول ان نقضي طبقة لانسيغت خفيفة كتعاوننا في الخدمة وكتشوفوها هكا ندخلو على الموج من ميت جيلاتين كي دير الدور ديالو كنحصلو على واحدة القاتو اللي كي بقى شاد متخافوش من لاموس ديالكم كنحاول نفيني ما امكان وغادي نوضع تبقى ديال الجنواز لانا ديجا ديرا فيها المكسارة ديالتي هي اللوز والككاح وممكن انتم تخدموه بالطبقة المقرماشة على حسب الطلب وعلى حسب الرغبة هنا دائما فيش كيكون برد الحال انا كنسقي الحليب كي جيني افضليني فيش كنكون مستخدمة لقاتو للدار ما كنستعملش السيرو حيث فيه سكر والماء والسكر كنحاول نقص كمية السكر ممكن انتم تسقيوا بالسيرو فعلى حسب الرغبة كنوضع الطبقة الاخيرة ديال اللاموس كنحاول اعلاني نقدها امكان طبقة اللاموس كنت قليلة واحد شوية حيث في المرحلة الاولى طبقة الاولى قبل منذير لانسرت البخاليني كنت كترت لاموس انتم حاولوا انكم تقسموا ذاك شي يكون مقات حيث انا اختيار ديال الطبقات ديال الجنواز درته الاخر مرحلة وخال لاموس ما كانت بقى كثيرة حاولت انا ندير ذاك شي اللي بقى وخيجيوا الطبقات مقاربة مع بضيتهم مش مشكل فكنحاول نضغط واحد شوية وكان قاد جنيبة انت لاموس ينسقوا في الجنواز باش تجي لسقة مع لاموس وقادي نسقي هالطبقة حتى هي بالحليب فكيف مقات ليكم ممكن انتم تكتافيوا تبقى واحدة ديال الجنواز او لا تقسموا الكيميات لاموس ديالكم من الاول غادي نغلف هاد القاطو مزيان وغادي ندخلوا على الاقل ليلة كاملة في المجمد او لا ستاة سويع ضروري القاطو ديالكم فيما تبغيوا تقلاسي وهيكون حجرة هكا باش كي يساعدكم على الفينيتيون ديزوينة بالنسبة القلاسة جماغواخ بالكاكاوراني سبقتوا تشاركتوا معاكم وغادي نخلل لكم حتاة ورابطة في اسفل الفيديو بين انجح الوصفة الديلة يجي لديد بزاف كي يجي خفيف ما كي يجيش تقيل او لمجلد هنا لقاتو ديالي ارام حجرة من قلاسي كان حاول ان هي الدكتالجي كي يكون في الجنيبات وكان حاول اني نيب الحرارة اللي تندوب الجناب ديال لقاتو باش القلاساج يهبط ويجي الفينيسيون فيه والقلاساج كي يكون عندي ديجا سخنتو ورجع خطات درج الحرارة اللي خصين قلاسي فيه هنا كان قلاسي في ثمانية وعشرين 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 كيف ما كتشوفوا القلاساج كي يجي جي 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 تلامي رمبين انجح الوصفة القلاساج بعد ما كيتختار مزيان القلاساج كنحاول انفيني جنيبة نحيد دوك الزوائد باش القاتو يجي انفيني حيث اهم حاجة في الباتيسري او لا في القاتو او لا لزانتخومي اي هو الفينيسيون هنا زينت بالغولي شوكولاتة بالحليب في الجناب ممكن تعودها بالفيوتين زينت كذلك بالمكارون زين اللي بسيط وسامبل وفي نفس الوقت كي يجي راقي فالزين كي بقى لحسب اختيار ممكن انتم تبدعوا في الزين فبالنسبة الوزن ديالت قريبا كانت فيها كيلو وثلتمية وخمسين جرام كانت تبارك الله يعني واخا القطر ديالت غير عشرين سنتيم فكانت فيها الوزن كانت تلسافة كملت 100000 في الانستغرام او الحساب الرسمي ديالي في الانستغرام كابحال واحد احتفال صغير كانت تمنى ان شاء الله تعريفو غدي نوصل في اليوتيوب 100000 سنتقسم معكم او نديروا مبعد يدنا شي قاتو ونحتفله فكانت تمنى ان الفيديو ديالي ومينى الاعجاب ديالكم شوفوا ما شاء الله كيف تجي من الداخل كانت جيدة بزاف من بين طرطات اللي يجيو ناقصين حلاوة فإلا عجبكم الفيديو وما تنسو ليش من تعاليق زوينة ديالكم شكركم على المشاهدة تلقوا فوصفة جيدة على قناتكم على ما يرأس وديكم الله شكرا شكرا شكرا